هل إبليس متزوج ولديه مشاكل عائلية كالإنسان؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثمما بعد حبته في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعض هذه حلقة الأسئلة ندعو الله عز وجل أن يلهمنا الإجابة الصحيحة من الكتاب والسنة وأخوال العلماء والفقهاء بإذن الله السؤال الأول يا شيخ أنا شاب ولكن أشعر أن عندي انجذابا جنسيا للرجال فماذا أفعل؟ أولا يا ولدي أبعد الله عنك الشر كله وفتح لك باب الخير كله وأدعو الله عز وجل أن يلهمك رجدك وأن يقيك شياطين الإنس والجن شوف يا ولدي طبعا لأن الموضوع ليس واضحا أمامي برمته فأنا أدعوك أو أشجعك على الذهاب إلى طبيب نفسي مسلم ملتزم الله يرضى عنك يعني طبيب مسلم يعني إيه يعني مش طبيب أي يعني مسلم إسما لا مش تروح للطبيب اللي عامل شعره دي اللي اللي حاطب حلق في إيدنه وتقول لنا روح لا روح على طبيب مسلم ملتزم يتق الله فيما يعني نشر عنه أو علف عنه ثم استشروا في هذا الموضوع وإياك أن تتقدم الآن إلى فتاة التي تتزوجها قبل أن يعني تضع معالم لحياتك هذا هو الأمر الثاني الأمر الثالث يا ولدي عليك بكثرة الدعاء والالتزام بالصلاة الخمس والإنصاد والاستماع دائما إلى القرآن الكريم يغذيك وإن شاء الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى أسأله أسأل الله عز وجل لك الهداية والاستقامة والثبات على الخير وأن يجعلك يعني سويا طبيعيا إن شاء الله طالما أنت شاب ورجل وفيك كمال الرجولة أن تنزع إلى محبة التي تريد أن تتزوجها ولكن بعد فترة العلاج بارك الله ما رأيك يا شيخ بإديسون مختلع الكهرباء أو مختلع البنجل مخدر أو لوبيستر مكتشف البكتيريا أو بافلوف أو الفيسيولوجي أيضا لن يدخلوا الجنة بعد كل الذي قدموه للبشرية هو قدم للبشرية فالبشرية أعطته شهرة وأعطته آلن وأعطته سمعة وأعطته أنه يكتب على مر التاريخ في صفحات الكتب والناس شهقون عندما يسمعون أراءهم وعلمهم لكن لم يقل يوم من رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرات من الخاسرين فإذن قضية أنه هو ابتغى البشرية والله أغنى الأغني عن الشرك فمن أشرك في عمل مع الله أحد ودع الله نصيبه لشريكه كما قال سبحانه ودعت نصيبه لشريكه يعني الله غني عن الشرك فلكن هو أعطى البشرية فالبشرية أعطته وانتهى الموضوع لكن هو لم يعطي الوجه الله وددنا أن المسلمين كانوا هؤلاء وكانوا هؤلاء من المسلمين هل ممكن أن أطلب في الآخرة رؤية شيء من الدنيا إلى أين مضى البشر بعد وفاته وكيف كانت نهاية العالم وكيف تحققت نبوءات النبي شيئا بعد شيء يا ولدي وأن عليه النشأة الأخرى عندما تقلب صفحة الدنيا بالموت وتبدأ النشأة الأخرى والحياة بعد البرزخ في الدار الأخرة حياة خالدة لا هم فيها ولا غم ولا أهل الجنة يعني إن شاء الله ربنا يجعلنا ويكون منهم ولا غم ولا مرض ولا منية ولا منية ولا عرق ولا تعب ولا نصب ولا غم ولا حزن ولا هم ولا حزن على ماضي ولا خلق من المستقبل لا خوف عليهم ولا هم يحسنون أنت تصبح الدنيا بالنسبة لك يعني مش مرضى زهيمر لا تحق يعني سبحان الله الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن الصعوبات بتاع الدنيا انتهت تماما فلن يخطر ببالك أنك تريد أن تستعيد يوما من أيام الدنيا لأنها كانت يعني دار ابتلاء والتذكر الابتلاء بعد الابتلاء نوع من الابتلاء والجنة ليس فيها ابتلاء هل دار حوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وإبليس لا حوار بمعنى حوار لا لم يذل حوار لكن لبث الشيطان مرة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فأخذ بخناقي حتى سالوا لعابه في يده وأراد أن يربطه في ساريا من سواري المسجد النبوي فتذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأبى تأدبا وأدبا وخلقا وعظمة صلى الله عليه وسلم وتواضعا أن يتعدى على دعوة أخيه سليمان لكن الحوار الذي كان يتم كان يتم بين الرسول صلى الله عليه وسلم والجن الذي آمن به وكان يخطر أبي هريرة أو من معه من الصحوة وخطا ويتخطى هو عدة خطوات ويسمع الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الجنة بما بلغه الله سبحانه وتعالى بس ليه حضرتك ما كلمش إبليس عن الإسلام مثلا لا إبليس يعلم لأنه إبليس علامة وكتب الله عليه إلى الأبد أو هو كتب يعني سبب في أن يكتب على نفس الشقاء والشيطان شطناء يبعد فابتعد عن طريق الله ورد الأمر على الأمر وأقصب بعزة الله أنه سويانهم أجمعين ويأتي من بين يديهم ومن خلفهم ومن عن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين إلى آخره فهو ناصب الله العداء وناصب آدم وبنيه العداء أيضا فلا تصلح معه هدايك هكذا هو اختار لنفسي أو شق لنفسي طريق الشقاء هل تصح صلاتي وأنا أرتدي ثيابا متسخة لها رائحة يعني الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم والله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة فأنت حاول قدر الاستطاعة أن تصلي في ثياب نظيفة طبعا أكيد متسخة يعني طاهرة لأنه ممكن تكون متسخة بأشياء غير طاهرة فلا تصح الصلاة أو متسخة من طين الأرض أو غير ذلك فإن شاء الله تصح يعني لابد أن أنت لا تستطيع ولله المثل العلى أن تذهب إلى رئيس الدولة أو ملكها أو رئيس الوزارة أو بالثياب المتسخة فراعي هذه المسألة إن شاء الله هل إبليس متزوج؟ نعم متزوج ولديه مشاكل عائلية كالإنسان وكنا نود يا ولدي أنا وأنت وكلنا أن يكون عنده مشاكل عائلية عشان ينشغل شوي على حرم إبليس يعني أو مدام إبليس أو مدام إنت كده لكن يعني هو فرغ نفسه وزوجته وأبنائه في إغواء بني آدم ويعملوا مجتمع يومي كل يوم وعلى الماء ويسألوا من غرر بمؤمن اليوم من جعل مسلم أن ينحرف اليوم فكل واحد يقول ماذا صنع إلى أن يصله الذي طلق زوجته أو أفسد بين الزوج وزوجته يقول أنت أنت ثم يضع التاجع على راتك يعني أنت الشيطان ابن شيطان إبليس ابن إبليس فأهم شيء أن يخرب البيوت ربنا يهدي الحال لكن هو له مشاكل عائلية كنا نود لكن هو تخريب مشكلته الأساسية إغواء ابن آدم إغواء وإغواء ونستعيد بالله من نحن زوجين عايشين في بيت واحد آه زوج وزوجة ولكن لا نكلم بعض أبدا منذ أكثر من ثلاثة أشهر ما حكم ذلك والله هذه قطيعة وهذه حرام لا يحلوا لمسلمين أن يهجر أخافه وكثلات يعني ممكن الزوج الآن أو الزوجة يقولوا والله هذا لمسلم لا ما هو هذا الزوج والزوجة أقرب المسلمين فثلاثة أيام كان العلماء يقولون يغلق عليهم يغلقوا أو يغلقوا ملك الحسنات دفتر الحسنات ويبدأ في عدم قبول هكذا قال أهل العلم عدم الملك عدم قبول الحسنات لأنهم أصبحها متقاطعين وهم مقطعين وكذا والعيد ينتكبنا أشياء سيئة قطعنا أمر الله بها أن ينصل بعدين الشيء كيف الملكة تدخل هذا البيت هذا بيت ليس بيتا هذا قبر أنه ثلاث شؤون اللي يتكلموا وسبحان الله أصبحوا أغراب ويكره بعضهم بعضا ويترصد بعضهم لبعض فين التغافل فين التغافر فين المودة فين الرحمة فين السخينة فين التراحم فين سبحان الله الواحد يعمل مش يواخد باله هكذا مسأل الله السلام من سيكون أول من يدخل النار وهل سنسمح صراقه وبكاءه يعني أول الداخلين للنار والعادة يقول لا المشركيين والكفار والمنكر شيئا معلوما من الديني بالضرورة وأكل الأموال اليتامة الظلمة الأمير أو الحاكم الظالم الذي أذل شعبه القاتل كل هؤلاء يدخلون في أول الدفعات يعني أولا يذب الله هو أصدو حضرتك شخص واحد معين لا مش شخص ما عندي طواف طواف معين طواف كثير يعني بس أول شخص هلمس النار لا أصدو مش سباق الماراثن يعني هو طوافة تدخل النار الله يذب الله سلتك يا عمال عجيبا هو نسأل الله أن يبعدنا وإياكم جميعا هل سنسمع صراقه وبكاء من فضل الله أنه لو سمع أهل الجنة صراقه وبكاء أو أهل المحشر يكون صورة من صور العذاب والله لا يريد أن يعذب عباده المؤمنين في الآخر إن شاء الله ما هو شكل ملك الموت والله وهل سأشعر بموتي قبل أيام أم لحظات يعني شكل ملك الموت يعني كلها أراء للعلماء يعني لا ترقى إلى نص واضح قاطع في شكله ولكن أكيد يعني شكله وأكيد غير مريح ولكن يأتي للمؤمن بشكل مريح إن شاء الله بإذن الله هل سأشعر بموتي قبل أيام أم لحظات يعني الإنسان روحه تخفي يبدأ في الحنين إلى زيارة أهله أقارب عمته خالته خاله عمه صديق أبيه العجوز صديقة أمه يعني سبحان الله شوذي يحن إلى هؤلاء وكأنه يستشعر يعني الرحيل عن الدنيا حتى ولا يعرف تفسيرها لكن ملك الموت والموت يستشعره الصالحون الموصولين بالله سبحانه وتعالى وهذا المتوفى لا يشعر بالموت إلا لحظته دخول ملك الموت عليه ما هو حكم تعليق الصور في المنزل بدون إظهار الواتش أي فقد أجزاء من الجسد مثل اليدين وهكذا يعني هو يفضل عدم تعليق الصور ولكن من غير واتش خلاص بنبع الصور ليس يعني فيش واحد عايش بقطوع الرأس يعني يعني حاجة مقيفة يا ابني يعني أحط لوحة في البيت كل ما صعب وانا عندي يعني قطيل يعني قطيل يوميا يعني يعني الله يرضى عليك يا رو لان فيه لوحات والله لوحات أغرب من الخيال يعني وقلت لكم من في التمانينات لنا صديق يعني كان واحد عنده عشم كبير أن أحضر المعرض اللوحات اللي عرضها يعني وغير كل الناس زارتني ما عدا أنت وأنا يعني أحمل معك مصاهرة بعيد يعني ولكن أتمنى أن تأتي لزيارة معرضي والله جبرا لخاطر قلت روح أشوف المعرض ده إيه فعمل لوحات يعني فخلت أن نعمل لوحات للطبيعة فروح تريد لوحة سوداء كالليل البهين ومكتوب عليها القافلة ولما سألته يعني أين القافلة قال ما كانت تسير ليلا فهو متخيل هذا فزي الصور اللي هي من غير وجه دي أو من غير رأس ربنا يبارك يكرم لماذا يعذب الميت ببكاء أهله عليه طبعا إذا تبرأ المتوفى قبل موته وكتب في وصيتي أنه لا يبكي علي أحد ولا نوح ويعني إنما يذكر الله سبحانه وتعالى ولكن هو يعني أما الذي قال شق علي الجيب يا ابنة معبد فهذه النياحة ممنوعة في الإسلام الذي يعذب في ببكاء أهله الذي لم يوصي الذي لم يوصي فيجب أن نوصي في الوصية ألا ينوح يبكي آه نعم يعني يحسن نعم لكن يقول كلاما سيئا وينوح ويذكر المآثر ولا لا طبعا هذا لماذا منعنا الرسول صلى الله عليه وسلم من النومة على البط يقال أن هذه نومة الشيطان وحقيقة حتى أهل الطب يعني يقولون لنا توصية بالسنة المطهرة وربما فيهم ليسوا مسلمين من هؤلاء الأطباء أنه معنى جنبنا الأيمن حتى يكون القلب ليضغط عليه الكبد فأثناء التنفس والشهيق والزفير أو نبض القلب يعني وضخ الدم يكون أخذ راحة يعني عندما أنام على جنبي الأيمن أما النوم على البطن هذا قد يكون مؤذيا صحيا هذا الله أعلم لماذا عاقب الله أمنا حواء بالحيد الله لم يعاقب أمنا حواء بالحيد ما الذي قال هذا لم تعاقب هذه في التركيبة النسائية للهربونات والضبط هربوناتها والفوض الصحير كثير للحيد هذه الدورة الشهر التي تأتي كل شهر لصحة المرأة ولضبط حياتها وسبحان الله يعني فهوات كثيرة هذه خلقة الله وصبغة الله ومن أحسن الله صبغة لكن الله لم يعاقب حواء بالحيد كيف كان اللقاء الأول بين آدم وحواء يعني إزاي يعني ولماذا لم يخلق الله حواء مع آدم عليه السلام في وقت واحد أنا خالف تقول أنت ما أو أنت من ضمن المطالبين بن سواه أولا حكمة الله اختلت أن يخلق الله آدم ثم منه خلق ثم خلق منها زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فحواء خلقت من ضرع آدم فخلقت من كائن حي فسمعت حواء لهذا لأن فيها حياة العاطفة المقدمة والحالة الروحية والحالة النفسية وسبحان الله يعني والعجيب أن هذه الأنثى أي أنثى تولد البنت أما حتى ولو لم تتزوج ولم تنجب لأن البويضات عندها مخلوقة معها وتظل محبوسة أو مقيدة ولما تبلغ الحلم تبدأ هذه في الانعتاق كأنها تبلغ ثم إذا حدثت الزواج يبتدي سبحان الله هذه البويضات تلتقي بماء الرجل فيحدث الحمل أما الرجل لا تتكون حيوانات المناوية المسببة للحمل المرأة إلا عند البلوغ فالأم أو البنت مخلوقة أم بغريزتي مخلوقة جاهزة غريبة فالله لم يخلق حواء في نفس الوقت الذي يخلق فيه آدم حتى يعني تتكامل الدنيا وتعتمد حواء بعد الله على آدم وآدم يحتوي ويراعي حواء ويصير قيما عليها هذا الله أعلم كيف تتخيل أن يكون شعورك في أول يوم لك في الجنة والله هذه أسئلة صحفية لكن يعني الفرحة الغامرة والسرور الغامرة والسعادة الغامرة وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني لو كتب الله الموت مرة أخرى على أهل الجنة لماتوا من شدة الفرح عندما يرون في الجنة ما لم يخطر بباله نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة دون سابقة أعداد شيخنا أنا ما زلت صغيرا ولكن أشعر بالفضول في حكم صلاة النافلة على الكرسي وحكم الجلوس على الكرسي في خطبة الجمعة لحبيبي ربني يبارك فيك يا ابني من شعك في طاعة الله أولا لا يجلس على الكرسي إلا عاجز عن الوقوف واحد مش قادر يخف واحد كبير السن واحد عنده حاجة في العمود الفقري عنده مرض حتى وإن كان صغير السن فيباح له أن يجلس على الكرسي لكن الذين يتساهلون ويصلون النافلة جلوسا ويقولون أن فيها أغدين رخصة أن بعض العلماء يقولون أن فيها نصف الثواب يعني أنا لا أفضل هذا ولكن طالما أنت قادر على الوقوف فصلي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا منكم والخطبة الجمعة تبقى مقبولة مقبولة إن شاء الله رب العالمين يعني هو القضية بسالة خبوله عدمه بسالة أنه هو يعني نحن نجلس في خطبة الجمعة نحن نجلس في خطبة الجمعة جلوس أما إنسان لا يستطيع أن يجلس على الأرض فيجلس على كرسي أو شيء مرتفع هذه حالات ضرورة حكم من دخل في المحرمات مع فتاة أجنبية يعني أخطأ معها يعني وكان سببا في دخولها للإسلام يعني ما صنعته حرام ويجب أن تتوب منه وهي لما أسلمت بدأت حياتها من الصفر السيئات ما شاء الله كان مولدت اليوم وتتقل لها فيها وتتوب عما مضى إن شاء الله أنت بس أحيانا المحرمات بتأدي إلى ثواب كبير لا 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 المحرمات عمرها ما تؤدي إلى ثواب أن الله سبحانه وتعالى الحلال لا يأتي إلا من الحلال والحرام لا ينتج حلالا لا ما فيش يعني كلام مش منطق حكم الصلاة السريعة هل تقبل أم يجب يجب إعادتها نعم الرسول قال لمن نقر الصلاة سريعا صلي فإنك لم تصلي فلما عاد وصلى قال صلي فإنك لم تصلي ثم مرة ثالثة قال إذا جاء وقت الصلاة كبر وردت ورقع واطمين وارفع واطمين واسد واطمين واجلس واطمين وفعل ذلك في صلاتك كلها فإن لم تفعل فإنه خداج يعني خداع أنت تخدع نفسك أنك تصلي وقال أهل العلم يلف تلف الصلاة عندما ينقرها كذا كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له طيعك الله كما ضعني يعتني أما الفين الخاشعين فين اللهم اللي عندهم يعني إخبات في الصلاة وخضوع لله وذل ومسكنة بس الله أن يتقبل من نوم بخصوص نجاسة الكلب ما رأي فضيلتكم في أن أحد المذاب يعتبر الكلب كله طهر لا نجاسة في طعم في رأيي بهذا أربما عند المالكية ولكن الكلب بإجمع العلماء هو نجس وأنجسوا في شيء فيه اللعاب وفي إجمع على هذا سؤر الكلب يعني وإبقاء الكلب في البيت حرام لكن إذا كان لحراسة أو لرعي الغنم أو الماشية هذا حلال طبعا ولوه شروط والكلب المعلم أيضا له شروط أخرى اللي هو كلب الصيد أما الكلب توتو لولو كيكي ده اللي عارضين في البيت والكلب يجد الفار كده وبكم ألف ويعني لو تتخيل كم ينفق العالم على الكلاب في أوروبا القطط والكلاب بينفق عليها 29 مليار دولار سنويا وفي نصف الكرة الأرضية موتوا جوعا وليس هذا معناه أنه نحن لا نرأف بالقطط والكلب باللعكس نحن مكلفون بوقر صلى الله عليه وسلم في القطط إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني الكلام فيها كبير وفي كل ذاتي كبد النرط بأجر ورخب الحيوان طبعا أول من صنعه هم المسلمون امرأة دخلت النار في هررة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض والبغي الذي تاب الله عليه ولا تاب الله عليه وتاب الله عليه وأدخله الجنة ومصرف على نفسه وسقى الكلب بحذائه بعد أن نزل من البير أدخله الله الجنة فطبعا هذا شيء الرحمة شيء والتعايش معهم شيء آخر أنا أضع الخمار على وجشي يعني منتقب يعني ولكني لست مقتنعة به لكن عائلتي أجبروني على وضعه فهل أثاب عليه وأنا مجبرة على وضعه والله يا بنتي لك أن تختاري أو يعني أن تأخذي قرارا الجمهور على أن الوجش والكفين ليس بعورة عند الجمهور وإن كان عند بعض المذاب كان إمام أحمد فجسدوها كله فإن شاء الله ربنا يرزقك يا بنتي بعريس زوج وتأخذي قرار صائب وإن شاء الله يا بنتي لو ربما الأهل يرونك جميلة جمالا فائقا فيرون الأفضل أن تنتقبي طالما أنت في بلد يسمح لك بالنقاب فأنا أخشى أن أقول لك إنزعي النقاب لأن إذا نزعتي بعد هذه المدة التي لبستيها أو تلتدي فيها أخشى أن تتنقصي في الالتزام بالدين يعني أنا أرى الله أعلم طالما لبستيه ودعو الله سبحانه وتعالى أن يختار لك الخيار ربنا يبير فيها هل ارتداء الثياب النظيفة والطاهرة وأنا على جنابه يجعلها نجسة وغير طاهرة لا طبعا إن شاء الله أنت المؤمن لا ينجس ولكن هذه نجاسة معنوية فإذا لبست الثيابا طاهرة فها طاهرة إن شاء الله بارك الله فيك أسف على السؤال ليه يا بنتي لكن هل نأخذ أجرا أكثر من الرسول بسبب جهادنا للنفس بما أنه لم يكن لديه قرين واسوس رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يساميه أحد هذا أمر وله حالات خاصة تخصه وحالات بشرية يعني يتساوى نتساوى فيها يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي في أمور نحن نتساوى في بشرياتي معه لكن مقام النبوة ومقام الإشراقات النبوية ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى شيء لا يستطع أن يصل إليه أحد وقضية أن ليس له شيطان يوسوس له عن الله عليه فأسلم ليس هذا معناه أنه كان منطلق في يعني عشان هذا هو السبب لا الرسول كان حوله من شياطين الإنس ما لا يحصل ويعده العقبات والابتلاءات الواحد تل والآخر وسبحان الله فطبعا لا 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 يأخذ أحد مهما كان أكثر من رسول الله ثوابا صلى الله عليه وسلم إذا كان التكبر على المتكبر ليجوز فكيف لنا أن أن نتشبه بصفة الله المتكبر لا شوف اسماء الله وصفاته قاسب قسمين صفاته جمال وصفاته جلال صفاته جلال وصفاته جمال صفاته جلال القاهر المعز المذل المنتقم الجبار هذه الصفات يجب أن ننقمع ونقشى الله فيها رهبا والصفات التي نرغب في أن نتشبه بها صفات الجمال العفو الودود الغفور الرحيم بهذا المنطق سبحان الله هذه صفات الجمال نتشبه بصفات الجمال ونخاف ونقشى من صفات الجلال هذا هو السؤال الأخير ولا تنسوا عن الصالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته